السلام عليكم اليوم نحضر الرز مع بزاليا نحضرها بطنجرة واحدة بطريقة سهلة بسيطة وسريعة ونقدمها بطريقة حلوة هلا ان شاء الله مروح اطاق التحضير منبلش بسم الله عندينا هون معلقة سمنة ممكن تحط سمنة ممكن تحط زيت ممكن زبدة اي دهن بتحبوه ممكن طبعا بس الرز طيب مع هكه شوية سمنة عندي هون لحمة مفرومة نعمة طبعا انا حطها نصف كيلو ممكن اكتر ممكن اقل طبعا حسب رغبتكن بدي اقليها شوي عندي هون البهارات بدي حط معلقة صغيرة تلفل اسود و معلقة صغيرة مشكلة اوهارات السبعة بدي حط معلقة صغيرة ملح انا عندي هيك اللحمة تقلت و استوت شايفين صارت تمام عندي هون بزالة عندي شي كوبين بزالة طبعا انا مستعملي هون البزالة المفرسة و ممكن استعمل البزالة الخضرة بس طبعا بتكونت سلقوه اولا هي مسلوق او جاهزة بقلية شوي مع اللحمة هيك بستقلتين ثلاثة انا قلبت هيك شوي مع اللحمة طبعا بصير طعم قطيع طبعا انا بدي اطبخ على طريقك بشوفوا طريقة كتير كتير تلقوه طيبة انا هلأ بدي اخد هاي نصف الكمية او قد ما بتحبوه طبعا ممكن تطبخوه كمان بنفس الطنجرة كمان بصير بس هيك التقديم بصير شكله احلى باخد تقريبا شي نصف الكمية بحطه على طرف عندنا هون ناقعة كوبين رز طبعا مستعملة هون كوب الرز البسمة تطويل ممكن تستعملوا اي رز متوفر بس انا ناقعته شي ربع ساعة بس بمي دافية مع شوية ملح بعدين خسلته كتير منيح بقلي كمان شوي مع اللحمة انا قلبت هيك شوي كمان الرز مع اللحمة ومع البزالة طبعا اتخذوا طعمي اطياب انا هون معايرة المي طبعا الرز البسمتي لكل كوب رز بده كوب ونص مي انا حاطة هون ثلاث اكواب مي لازم هلا انحرك وندوق ملحه اذا بده ملح منضيف ملح طبعا انا دقته بده هيك شوية ملح حاططله كمان على صغيرة ملح طبعا ممكن تستعملوا اللحمة القطع بس طبعا بتكونت سلقوه بالاول بس هيك صدقوني اطياب واسرع وانا بهي المرحلة كمان بحبك اضيف نص معلى صغيرة بهار انا عندي صاريغ لي هيك الغلية القوية تحته الحرارة اضيفه اضيفه حسب النار الحرارة لازم تكون النار مهدية واطية وستنى الى حتى يستوي ان شاء الله بده اساوي سلطة اللبن بالخيار هاي كتير طيبة جنب الرز و بزاليا لبين ما يستوي عند الرز انا عندي هون تقريبا شي كوبين لبن او زبادي بده حط لهم معلقة صغيرة نعناع نعناعيابس وطبعا ممكن تفرموا كمان معه نعناع اقدر كمان بصير بده حط معها سنتون حط اللي كشينس معها صغيرة ملح وفارم ان هون شي اربع خيارات وممكن تبشرون عرب الشارة كمان بصير خلطوا مع بعضهم طبعا ما في داعي واحد يحط اللي مي ابدا بس اذا الدنيا شو ممكن تحطوا معها قطعة تلش طبعا بصير كمان باردة وبصير طيبة هلا انا بحطها بالبراد لبين ما يجهز عندي اوكي هيك صارت عندي جاهزة انا عندي هيك الرز طبعا انا اخذ معي وقت 3-4 ساعة طبعا انتوا حسب النوع الرز اللي استعملوا شايفين ما شاء الله شون قديش مفلفل شايفين كل حبة بحبتها شايفين ولا احلى منك حتى شوفوا البزالة ضلت هيك لون خضرة يعني ما صارت صفرة كتير طبعا بهاي المرحلة ممكن تحطوا معلقة زبدة او في ناس بحموا سمنة بحطولها طبعا هي خياركن بس انا جد ما بحب الاكل الدسم ابدا شايفين ولا احلى من هيك هلا بطفي على الحرارة بغطي بخلي شوية نازم نخلي هيك شوية تهدى بعدين نسكوه بالصحن هلا ان شاء الله بدنا نسكوه بالصحن شايفين الرز م شاء الله شايفين قديش مفلفل هلا هدا اللي خليناه على طرف نساوي له مسافة مشان نعبي الرز انا عبيت هون كمان صينية بدي اقلب الصينية التانية تبيت تقديم هاده بصحن الرز بازاليا شوفوا قدمنا بهاي الطريقة كتير طريقة حلوة و شفتوا قديش سهلة و سريعة خلال ساعة بيكون عنا جاهزة طبخناها بطنجرة واحدة كما قلت لكم ممكن تحبوا تسوى بلحمة قطع كمان بصير بس بتكون تسلقوا اللحمة وبصير لحمة يعني طبخة معقدة اكتر نحن معروف عنا واحد ما عنده وقته مستعجل بساويه رز بازاليا بساويه رز فول عفكرا نحنا الرز فول كمان سويته بفيديو سابق اذا بتحبوه بحط لكم نيابة سندق الوصف و هاده طبعا جنبه صلت تخيار و لبن هاده كتير طيب جنبه هاده و بتمنى يكون عجبكن بتمنى طبعا اذا عجبكن ما بتنسونا حطونا لايك واشتركوا بقناة زمن كم مشتركين و اهلا و سهلا بالجميع و السلام عليكم مهاجم اشتركوا في القناة